طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل دوقتي يا شباب بمثلاب سيميورينك زي ما اتفقنا في السكشن اخدنا في السكشن قدما عن المودلينك والبلوب دياجرامز والسيموليشن واتفقنا ان احنا هنحور كلام النظر ده ان احنا هننحضره بالمثلاب سيميورينك ابدأ ما نبدأ ابل ما نبدأ في شرح المثلاب سيميورينك هو السيميورينك ده يشتغل ازاي او احنا هنعمل افزا اتفقنا في السكشن الرجالة ان احنا عندنا لو فيه فيزيكال سيستم وقلنا الفيزيكال سيستم ده الموجود عندي في الواقع الحقيقي سواء بقى في عربية في عربية في اي مركبة اخرى سواء تكييف سواء ايا كان السيستم بتاعي السيستم اللي عندنا ده بنحوله لماثيماتيكال اكويشنز يعني نقدر نتعامل معاه ولاعرف نتعامل معاه بعد السيستم عندي ما يتحول لماثيماتيكال اكويشن هبدأ احل الماثيماتيكال اكويشن زي واتحكم في السيستم وحل السيستم زي ما نعوز طيب اتفانى برضه ان احنا الكلام ده كله مش هنعمله ايادة وي عندنا لا ده احنا هنعمله بالماثلاب سيميولنك طيب ازاي هنعمله بالماثلاب سيميولنك واشتغل ازاي السيميولنك ده اللي احنا هنبدأ نشرحه دلوقتي هنشرحه ازاي هنفترض عندنا اللي احنا عندنا سيستم زي قدامنا ده سيستم ده التفنن وفيزيكال سيستم عملت له البرزنتيشن زي ما واضح عندي كده وعاوز اجيب الماسيماتيكال اكوشن بتاعته طبعا ده في الفيبريشن اخدنا الماسيماتيكال اكوشن الخاصة بيه لمعظم الحالات هنشتغل على حالة منهم وهي المعادلة بتاعتنا بتقول ان الام اكس دابل دوت زائد البي اكس دوت زائد الكي اكس بتساوي اف وده اللي هي فورسة فيبريشن زي ما احنا درسناه السنة اللي فيت مش مشكلتنا ده وعتي المعادلة والماسيماتيكال موديل احنا عايزين الموديل ده نحلو بيه المتلاب سيميوريك ايه هي الام ديه الماسي اللي عندي ويه البي اللي هو الديميك اوفيشن ويه الكي اللي هو السيفنس الخاص بي السبرينج اللي عندي ويه الفورس اللي هي الابلايد فورس المطابقة عندي على السيستم طيب هنحول ده ازاي دي البلوك ده جرام او هنحلو ازاي اتفقنا برضو ان احنا عايزين نخلي الام اكس دبلوك دوت ايه ساوي كام قلنا هتساوي الاف مينس البي اكس دوت مينس الك اكس ومن هنا لو عايزين اكبر اردر عندي في المعاتلة اللي هو ال اكس دبل دوت ايبقى عندي ال اكس دبل دوت بتساوي واحد على الام ثمين في الفورس اللي عندي ناقص البي اكس دوت ناقص الكي اكس من هنا يا شباب عرفنا الفيزيكال مودل والليبريزنتيشن بتاعته هنا الماثيماتيكال اكويشن المعبرة عنده والماثيماتيكال اكويشن اللي عندي حولتها دي الشكل ده طيب الشكل ده بقى اللي هبدأ اتعامل معاه على المتلاب سيميورينك طيب قبل ما افتح المتلاب سيميورينك ونشتغل عليه احنا لو جثتنا اكويشن زي ديات كده وعاوز اعمل لها البلوك ده جرام اللي هنبني عليه الشغل في المتلاب سيميورينك هنعملها ازاي اتفقنا برضو في استيكشن لما حلينا الجزء ده وانا انا عندي اكبر اردر عندي وبالتالي عندي هنا لو عندي اكس عاوز اعمل لها ايه اتفقنا ان انا عاوز اخليها اكس دوت فبنجيب او التكامل اللي عندي اللي موجود طيب بعد ما عملت التكامل هيطلع عندي او اتبوت اكس دوت نبدأ نعمل تكامل مرة تانية بالشكل ده كده دغاية ما يطلع عندي الاكس يبقى هنا اكبر اردر عندي اكس دابل دوت طلع عندي الاكس دوت عملت التكامل بالتكامل مرة تانية طلع عندي الاكس بعد كده اخنا بنعمل يا شابه لو فاكرين كونا بديجي هنا اللي يا باش مهندس هنا عندي الاكس دابل دوت مضروبة في السالب B وبالتالي هنا بناخد فرع من الاوت بوت اللي عندي اللي هو ال-X double dot او X dot سوري ونروح هنا نقول له سالب B بعد كده بشوان لس ندور تاني عرفنا ان ال-X اللي عندي مضروبة في سالب K يبقى حاجة هنا نندسة وقول له عندي ان الفرع ده كده مضروبة في سالب K طيب بعد كده بشوان لس الاتنين دول هيحصل فيهم ايه عندي ادي السالب ودي السالب فاضل عندي ال-F طيب ال-F ديات هتكون داخل تاني خالص يبقى عندي ال-F هنا داخل تاني ده ال-F طيب ال-F مع الاوت بوت اللي عندي ده ملعوب اللي بشوان لس عندي ال-F ناقص ال-B اكس دوت ناقص ال-K اكس يبقى عندي هنا اجيب سامنج بوينت وقول له ال-F عندي داخل موجب وعندي هنا هندسة ال-F ديت اللي مضروبة في السالب K وال-F دوت اللي مضروبة في السالب B دول ما لهم مجموعين على ال-F يبقى عندي هنا F موجب سالب B سالب K في ال-X طيب خلصت كده قال لك لا ما خلصتش فاضل عندي جزء اللي هو مين الجزء اللي هو الخاص ب الواحد على ال-M ويبقى ده بش مونس السيستم اللي احنا هتعاملنا معاه في السيكشن دفعنا عندي اكبر اردر X دوت تكامل X دوت تكامل X ونشوف المعادلة عندي X دوت المضروبة في السالب B X مضروبة في السالب K هم الاتنين مجموعين على ال-M اللي عندي اللي هو الفورس بعد كده مضروبين في واحد على M يطلع عندي المعادلة او الشكل اللي عندي ده بعد كده ممكن نعمل بقى وبدأ نطلع D F او Transifier Function الخاص صحبي ده اللي احنا عملناه في السيكشن وعملناه يدوي وحلينا الشكل ده في السيكشن طيب المطلوب مني دلوقتي المطلوب مني ان انا عاوز احل السيستم ده بالمثلاب سيميولينك طيب اول قبل ما احل السيستم ان احنا مفروض نعمله ايه البلوك دياجرا نبقى نعمل له موضلينك الاول وبعدك انا نعمل له طيب ده هيحصل ازاي نفتح المطلوب معنا ونشوف هنا فتحنا المطلوب يا شباب عندنا ده المطلوب طيب فعلا احنا مش هنستخدم المطلوب نفس وحنا نستخدم التول الخاصة بالسيميولينك وعندي هنا ده السيميولينك هوا ممكن اضغط هنا يفتح لي السيميولينك عندي او نعمل ايه تاني ممكن اكتب هنا كده سيميولينك ودوس انتر هيفتح لي برضو السيميولينك او ممكن اجي من هنا اقول له و السيميولينك موضل يبقى فيه ثلاث طرق اللي نفتح بيهم السيميولينك وليكن هنستخدم الطريقة ديت هيفتح المطلوب السيميولينك عندي يقول لك انت عاوز سيستم شكله عامل ازاي احنا لسه بنبدأ الموضل بتاعنا ولسه نعمل موضلينك هنقول له عايز سيميولينك موضل هنلاقي فتح هنا صفحة بيضة كده هنأتي بردلت السبورة الخاصة بنا اللي احنا هنبني بقى و هنبدأ نرسم فيها وبعد كده نعمل سيميوليشن طيب احنا دفعنا ان احنا عندنا مجموعة و هنختار منهم اي ان كان اللي عندي طيب نيجي هنا هنختار منين هتيجي هنا على الشمال لدي حاجة اسمها اللي هو ايه الاشكال اللي عندي كلها موجودة هنا نفتح المكتبة بتاعته كده هنلاقي اشكال كتير موجودة هدا نيجي هنا بيقولك ده دي عندي اشهر المستخدمة في عند في عند اللي احنا اخذناها بكده في الانتكريتور احنا نحتاجه كمان شوية في 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 اه او اللي احنا عندنا ده كله موجود في طيب بعد كده في مين في و ده في لو انا عايز عايز هو باقي الاشكال دي هتقول لها ده مسلا انه عايز و دي معظم الاشكال في ده لو عايز اعمل ممكن استخدم حاجات ده كده في في وفي ده كل اللي احنا هنستخدمه او معظم ان احنا هنستخدمه في الكورس بتاعنا السنة دي هنستخدمه وان كوميلي يوزد اشهر استخدم له ومي من الكونتينووس ايه تاني ممكن نستخدم السنكس ديت كتير وديت فيها وفيها 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 عندي صاين ويف عندي ده الموجود عك هيبقى تانية رنجالة تحت المثلاب سيميرينج عندي الليبري الخاصة بي هنستخدم البلوك من احنا عايز موضو فيها معظم البلوك اللي احنا هنستخدمها وممكن نستخدم وممكن نستخدم السنكس دي ان نستخدمها كتير و السورس ديت معظم اللي احنا نستخدمه في وممكن نبقى نبص عليها بصة كده وحنا نشغلين طيب ماشي باشوانتس طيب فتحت عندي الصبورة بتاعتي والورقة بتاعتي اللي عايزة ابني عليها ده يا جرائب طيب لما فتحنا المودل قلنا انه عندي فيه يبقى هنيجي هنا وندور على بتاعنا هنلاقي فيه نسحبه بالموز كده هذه اللي عندي طيب احنا عايزين كامل واحد ولا اتنين لا احنا عايزين اتنين فحاجة من من الاتنين يما هندوس هنا كده ونسحب واحد تاني يما هنيجي عليه ندوس كنترول ونسحب بالشكل ده كده ونوصل هنا يبقى عندي هنا الدخل خارج الخارج هنا اللي عندي طيب نروح للمودل بتاعنا ونشوف ايه اللي فاضل يبقى احنا ده خلصناه وده خلصناه لسه عندي عايز جين هنا اضربه فيه وعايز جين اضربه فيه اللي عندي واجمحهم على الاف يبقى انيجي هنا في هو ادور هنا ولا انا عاوز عاوز والله هندور ده المعبود انا عندي هنا انا معجودة ها اسحبه في الملف اللي عندي طيب المفروض الدخل بتاعه اللي هنا هيبقى ومرة هيبقى يعني ايه يعني عايزة الشكل ده شوية كده طيب هاليف فل زي كريك يمين عليه وانلاقي هنا وهنجي نقول له ايه زي الفل انا عاوز بردو جين واحد ولا اتنين لأنا عاوز اتنين جين عشان هضرب واحد في وهضرب واحد في يبقى هكريك عليه كنترول بالشكل ده كده طيب تمام هاجي هنا الدخل ده طالع من ال-X dot وهنا ده طالع من ال-X زي الفل يبقى عندي هنا و نروح للموديل بتاعنا المفروض هيتجمعوا على ال-F اللي جاي عندي اي نروح هنا والدول هنعوز بينادو عتي هاوز هروح ل هالما عبودة هنا مقبودة يبقى هاجي هنا كده وحط وبعد كده بشمع نروس المفروض هيدخل لها ال-F هنا كده وهيتجمع عليها مين ازن جين الاول في مع الجين التاني في ال-X طيب هنلاحز هنا ان السم عندها موجب وموجب يعني هي بشمع نروس دي المفروض يدخل لها داخل واحد هنا داخل واحد هنا واحنا عندنا في الشكل كم داخل ادي فيه الداخل الاولاني والداخل التاني اللي هو ال-B-X-Lot والداخل التاني او التالت اللي هو ال-K-X هم نعملها ازاي هنيجي هنا بشمع نروس ونضبل كليك عليه يقول احنا عندي موجب موجب هنروح بس مزودين موجب كمان هنا كده يبقى الشكل اللي عندي بعمل ازاي فيه ثلاثة موجب يبقى الاولانية اندخله هنا مسلا والتانية بشمع نروس اندخله هنا وفضل لي اللي هي بتاعت ال-Imbud اللي عندي نيجي نشوف ال-Imbud اللي عندي في الشكل ال-Imbud ده عبارة عن constant ولا مش constant ده مش مالذي عبارة عن constant اللي هو الفورس اللي عندي يعني ايه ده سابت طيب نيجي هنا ونقول له عايز في ال-Imbud انا عاوز داخل يكون سابت طيب في ال-commonly used موجود والله يباش واندسترعه موجود اللي هو مين ال-constan طيب مش موجود في ال-commonly used اروح لل-sources اللي هي المصادر اللي عندي وقول له نعاوز مين ال-constan واسحب constant كده يبقى عندي ديت ال-F طيب القيم ديوقتي هنغيره بروحية بس انا عندي هنا ال-constan اللي هو ال-F عندي هنا ال-to gains طيب اللي مين فاضل يا باش واندست الجين اللي هو واحد على ال-M في باركاين هنا وال-commonly used عايز gain كمان قطوه هنا كده الخرج اللي عندي تمام والخرج اللي عندي من هنا تمام يبقى ده باش واندست من الشكل اللي عندي يبقى بنات ال-block ده جريم ده كان لنا على السابور قادي لو جينا هنا هنقوله هنا فيه ال-X دول دوت فيه هنا ال-X فيه هنا ال-X دوت فيه هنا ال-X ال-X هنا مضروبة فيه السالب B هنا السالب K وهنا الفورس اللي عندي ومضروبين في الواحدة على ال-M طيب مسأنا مش واضح هوا باش واندست عايزين نوضح بها باركا طيب نوضح باركام ازاي هنقول لك هنا السيوم ان الفورس اللي عندك دي باش واندست وليكن بتساوي خمسة نيوتن ما شيباش واندست ايه تاني هن السيوم برضو ان المسل اللي عندنا قديقت بتساوي عشرة كيلو جري وال-B بتساوي عشرة نيوتن على متر على السنة وعندي هنا ال-K مثلا بتساوي ميت نيوتن على المتر طيب الارقام ديت بقى عايزين ندخلها المين للمتلاب سيمي رينك نروح هنا باش واندست كده ولا قوله عندي هو ده مين ايه باش واندست ده السالب بي صح اه السالب بي اللي عنده فين في المسألة وال-B عندي بكام معشرة ايه بهاجي هنا كده دابل كليك عليه وقول لا ده امكمته مش واحد ده امكمته كام سالب عشرة اللي اتغيرت عندي بالسالب كام للسالب عشرة طيب السالب كي بكي بمية يبقى لها سالب مية دابل كليك على ديت وقوله سالب مية طيب الفورس اللي عندي انا عملت لها السيوبن هي بخمسة نيوتن والماس بعشرة كيلو برقوم يبقى هاجي هنا والفورس اللي عندي بخمسة و الواحد على ده واحد على عشرة كيلو طيب ده الشكل اللي عندي وانا حليت المسألة كده وخلصتها طيب واحد وقالي طيب خلاص مش محدد كده زي الفول حلينا المسألة وعملت لها بلوك دياجرام والبلوك دياجرام ده ان شاء الله وشغال زي الفول عاوزين نعمل ده وقت بقى عاوزين نعمل الحل وانا في حاجة من الاتنين عندنا وعندنا ان كده خلصت ورحلة مين طيب عايزين نعم ورحلة مين هي ورحلة الحل طيب عشان احلها باش مهندس هنعمل ايه شفيف كلمة راند ديت هندوس عليها بس هنلاقي هنا انك ايه ان هو مية في المية ان هو حل وخلص الحل بتاعي طيب يعني ايه حل بقى باش مهندس او خلص الحل بتاعي اتفقنا هنا يا شباب لما يجي احل السيستم ده يعني محتاج منك مين انا محتاجي يعني لسه ال اكس ديت مسلا ال اكس دي بتساوي كام بعد عشر ثواني مسلا يعني بتساوي كام بعد عشر ثواني خلص او ال اكس دوت دي باش مهندس بتساوي كم بعد مثلاً عشرين سنة يعني عايزة على المسافة اللي مشيت الاكس ديت اكس بتاعته بكام بعد عشر ثواني او سرعته بكام بعد عشر سواني دايما تبا شوان دي رما يكون بداخل عندي الفرس مثلاً بخمسة نيوت وفعلياً المثلاب حل الشغل ده 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 وقت طيب هو حل في كم سنة اتعا نبص كده هلاقي بقولك ان الستوب طايم انا حلت في كم سنة يعني انا عنده الاكس الدي هنا ديت بعد عشر سواني وعنده الاكس دوت بعد عشر سواني وعنده الاكس دابل دوت وعند العشر سواني طيب اللي انا محتاجه محتاج اشوف بقى الحل ده طيب اشوف الحل ازاي عندك فالله المثلاب برضو في سميلين ك وفر علينا الموضوع وقال داخل تعال في الكمان ليوزد. هل موجود هنا الكمان ليوزد. موجود. الي هو مينة باشي موانليس? السكوب. السكوب فهنا عاوز اعمل بحاجة معيانة. احنا هنا عايزين نعمل السكوب مقدمين للإكس مثلا. يبقى هاجي هنا كده وقوله ده. بقى هاجي هنا. وقوله السكوب. صحبت السكوب طلعته هنا. وقوله ده. طيب. انت هتعمل سكوب مجدامه? باشي موانليس. انا عايزة عمل اللي هي دي. طيب ايه بروه هقول له عملت سكوب للأكس حديده السيستم بقى. حل السيستم وخلص على مية في المية. طيب لدبل كليك هناك على ده لقى من رسمة الاكس. ايه بديه مش مهندس رسمة الاكس خلال كم سانية خلال عشر ثواني. طيب الجراف ده فاكره مش عجبني وعايز اغير فيه شوية بنعملها ازاي? بديجي هده مش مهندس نقول له تولز او سوري نقول له على البيو والستيل بتاعي عايزة اغير شوية فيه فيه الستيل. اول حاجة الخط ده عايزة اخليه مثلا لونه احمر. والتخانة بتاعته عليكم اتنين. اقول له ابلاي ما قد بالشكل ده. الخلفية السامرة دي مش عاجباني فاممكن نخلي مثلا الخلفية ديت بيضة. ونفس النظام هنا نخليها بيضة. والخط ده او اللون اللي هو تكسل اللي عند ديت نخليها سامرة ما صارنا بالشكل ده كده. يبقى ده الجراف اللي عندي. من الشكل ده مش مهندس عارفنا ان انا عندي اذا اكس تبدل ماشي كده هيحصل لها لغاية ما تقريبا تثبت في الشكل اللي عندي. يبقى ما تسكو من جعل مين? على الاكس. نقول له اوكي. نقفل ده. طيب واحد تاني يقول له مش مهندس لأ. تلعاوز نشوف مين? الاكس دوت. السرعة العادة. يبقى نفس المزعوم. هناخد سكوب تاني اوه. قلنا. من الكمترول. ونروح نقول له اعمل سكوب منج على مين? على الاكس دوت. ولازم نحل السيسم تاني. ونقول له هنا. ده مين مش مهندس ديت الاكس دوت. خلال كم سانية خلال عشر سوائن? واحد يقول لأ ده انا محتاجة يخليها خلال عشرين ساني. نغير العشرين هنا. ونقول له ران. اللي نيجي هنا مش مهندس. نلاقي خلال عشرين سانية. حصل ايه? ده اللي عندي. طيب. وده مش مهندس نفس اللزام حصل ده اللي مين? اللي عندي. طيب. واحد تاني يفكر له انا مش عايز ده مش مهندس خلاص. انا عاوز الواحد ده. يظهر لك في نفس الاسكوب. كيمة الاكس وكيمة الاكس مين? الاكس دوت. طيب نعملها ازاي? انا بنعملها كده. بنفتح الاسكوب اللي عندي. ونجي هنا في الايدل بتاعه. ونقول له. النمبر امبوت كام? انت عندك كام امبوت هنا? وهو دخله امبوت واحد. اللي هو الاكس. لأ خلي ديت اتنية. نقول له اوكي. طيب. هنا ظهر مين تاني عندي? ظهر امبوت تاني. ده انا ممكن اروح اقوله مين? ده الاكس. اكس دوت. يبقى عندي انبوت خاص بالاكس. وانبوت تاني خاص بالاكس دوت. ونروح نحل السيست. ونفتح الاسكوب اللي عندي لعمل شكل عندي. بقى ظاهر عندي الاكس ده. اللي هو الخاص بالسرعة. والاكس ده الخاص بالمساحة. وممكن نفس النظام اللي غير الستايل عندي. الستايل هنا. ده الانتجريتور الاولاني. ده الانتجريتور. هنا مسلا. نخلي اتنين. ونخلي اللون ازرق. بالشكل ده كده. طيب. واحد تاني اقول لا يا ابا شواندس. انا مش عاوز ازر الاتنين مع مين? الاتنين على بعض. لا ده انا عايز ازر ده في شكل الواحد وده في شكل الواحد. نعملها ازاي. هنيجي هنا. ده وانو لاي اي اوت. وانا عاوز بشواندس. بقدر بها واحد الواحد وده انا عايز اتنين. فوق بعض بالشكل. طيب. ده مش عاوزهم كده بشواندس. ده انا عاوز الاتنين دول. مش فوق بعض. ده انا عايزهم جامل. بعض بالشكل. هده. يبقى عندنا برايتس كتير بقى. اختلافات كتير واشكال كتير اللي احنا نعرض بها من النتائج بتاعتي. طيب. تاني عشان نلاقي. عند السيستم اهو. في عندي سري جينز وعندي سامنج بويت. روحنا هنا في المتلاف سيمي رينج. اختارنا الاولاني. التاني. الجين الاولاني الجين التاني والجين التالت. وانا عندي وجمعنا ده كله في الشكل. عاوز اجيب الحل بتاعي. عادي اشوف الحل بتاعي. والله يبقى سلماندس. الحل بتاعي عشان اشوف الحل. هبنعمل حاجة اسمها من الاسكوب الخاص بي. في اشكل تانية اقوة. في حاجة تانية غير الاسكوب فيه. هنحلم على امسالة جاية ان شاء الله. لكن احنا بس بنبدأ المتلاب واحدة واحدة برحل. طيب. واحد داني يقول لها مش ماندسة عايزة اعدل الشكل شوية كده. طيب عايزة اعدل ايه? والله مش ماندسة الصم ديات مش حجباني. فما ممكن نعمل ايه? دابل كريكة عالصم كده. ونقول لها مش ماندسة. بعدها لما تخليها رون. تخليها مين? شكل. بسطة. طيب كده بقت شكلها مقبول شوية. ممكن نكبرها اصلا كده. ده الشكل. اللي عندي. طيب. حاجة تانية مش ماندسة? اه. يعني هنا لما صيف الشكل ده عندي او صيف الفايل ده عندي. وارجعله بعد كده. ممكن انسى الرموز بتاعتي. يعني ايه بش ماندسة? انا عايزة اكتب هنا زي ما كتبت هنا في المودل هنا. كتبت. الاكس دابل دوت. وكتبت هنا الاكس. وكتبت هنا واحد على اس. وكتبت الحاجة دي كلها. عايزة عملها هنا بش ماندس. عشان لما سيف الملف يطلع لزي ما هو. طيب نعملها ازاي? والله بش ماندسة بكل سهولة هنيجي هنا على الشمال هتلاقي هنا حرف الايه كده زي الورد بالزبط حاجة اسمها الانوتيشن. وهي نكليك عليها يبقى احنا كده اخترنا الانوتيشن. هنكليك هنا كده وانونا عايزة اكتب مسلا. عايزة اكتب هنا بش ماندس اكس دابل دوت. هي بقى اكس دابل دوت. ايدي اكس بش ماندس دابل دوت. طيب. كليك عليها زي ما اتفعنا. الكنترول وكليك. ونسحبها كده. ونقوله ديت بقيت اكس دوت بس. نفس الوزول. كليك عليها. بقيت كنترول. ولولو ديت بقيت مين? سوري. ديت كده. بقيت. الاكس. هنا عايزة اوضح برضو ان دي عند الاف. يبقى هنا ممكن كنترول كده. وهدول كليك عليها ولولو ديت سمع. الاف. حلص. طيب ديت مش ماندس اسمها. الكي لو فاكر. سوري. ديت كانت البي. يبقى هاجي هنا واقوله مين? البي او سالب بي. حلص. طيب ديتها مش ماندس ديت الكي. يكون. واسحب كده. غولد اسمها. الات كي. طيب. دي مسلا. عايزة اقول له هده مطلع. يبقى نفس النظام. هنا مسلا عايزة اقول له واحد على ين? يبقى اجيب دي كده. وقول له ديت. واحدة على. ايه? بالشكل ده كده مش ماندس. يبقى ده مين? الشكل اللي عند. في حاجة تانية ممكن اعملها. اقول له في حاجة تانية ممكن اعملها بس ديت يعني ايه? بقى وضي يعني زيادة كده مش. موضوعنا دلوقتي انها ممكن. اجي هنا مسلا. اقول له فورمات. اقول له الفورجراوند مسلا نخلي اه بلو. ده يعني مش عايزه بلو. طيب مسلا عايزه. اه ييلو. هنا مسلا. اعاوز ييلو برضه. هنا مسلا ييلو. فورمات. البيجراوند او الفورجراوند ديت اللي حدو بتاعة الشكل. وفيش هدول مفيش. عجل دي كلها يعني اه اه يبقى شوف ها براحتك بس يعني مش موضوعنا دلوقتي. ممكن مسلا ده اخلي كل الجينز اللي عند فيه المسألة باللون الاصفر ده اصلا اول بردواني. هنا مسلا اه اخليه بشكل تاني. ولي اقوي. اه اه اه. حاجة زي كده. ايه بقى مسلا عندي كل الانتجريترز فيه الشكل باللون ده. وكل الجينز باللون ده. كونسا انت مسلا ممكن اندلو لون تاني والصمد ده لون تالت والسكوب وهكزا ممكن اعمل الاشكال بكل. طيب كده احنا خلصنا المسال اللي عندي في حاجة تانية تشرح على عبسال الجهة ان شاء الله بس دات كبداية كده. ان احنا بدأنا نحل سيستم معين. عملنا بالبلوك دياجرامز داخل. وبعد كده عملنا له موديلج عملنا له وشوفنا الحل اللي موجود عندي. حاجة تانية بقى ممكن اعمل هنا مسلا هنا. اه ديني الشكل اللي عندي. هنا مسلا خلاص يبقى هنا الشكل بتاعنا. يعني ما انا الشاشة عندي وعملت له وفت. في حاجات عالية ممكن اعملنها. انا بشو عدس ممكن تيجي على فرقمات دي مسلا. وتقول له ان انا عايز اعمل ايه? اوتو الرينج. فهتلاقي واجمع لك الشكل. بالشكل ده كده. طبعا لل اكس وهي ال اكس دوتو الحاجات دي كلها بقى مكان هتغير فممكن نيجي هنا. نقول لدي دي مسلا ال اكس ودية ال اكس. اه دوت. وهنا دية ال اكس اللي عندي. ما بشو عدس. ال اكس ديت كانت مضروبة. في السالب عشرة هيكتل بي. وديت كانت الكي. وديت كده. دي روح في كده. ال واحد. على ال ام. وده كانت. ال اف. اعمل لي فت تاني. يعني خلاص بقى يبينة بيه. ده كل شغل مش اساسي عندنا. لكن الاساسي هو عملية الموديلنج دي. وعملية المسال ده اتمنى يكون واضح. وهنكمل المسال الجاي ان شاء الله على المثلي بسيميوليك. موسيقى